موسيقى مجز لأهم الأنباء مرحبا بكم ارتفعت حصلة شهداء الضيفة الغربية إلى سبعة فلسطينيين ما يرفع عدد الشهداء إلى ستة وثلاثين شهيدا وستمائة وخمسين مصابا منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية عملية طفن الأقصى السبت الماضي وأفدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان الله الخميس باستشهاد أربعة فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال في بلدة حلحول شمال الخليل بالضيفة الغربية وجاء في بيان الوزارة أن أكثر من ستمائة وخمسين فلسطينيين أصيبوا في الضيفة الغربية وأن مئتين وعشر منهم نقيلوا إلى المستشفيات أعلنت منظمة الصحة العالمية الجمعة أن السلطات الفلسطينية أبلغتها بأنه من المستحيل إجلاء المرضى ضعفة من مستشفيات شمال قطاع غزة وذلك بعدما أمرت قوة الاحتلال بإخلاء المنطقة من جهته قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة إن المستشفيات بدأت تفقد قدرتها السريرية والدوائية والوقود ونشد الجهات كافة للإسراع في إدخال الإمدادات الطبية للمستشفيات قبل فوات الأوان التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان الجمعة وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين لبحث التصعيد في قطاع غزة ويأتي اللقاء ضمن الجولة الشرق أوسطية التي يقوم بها بلينكين الذي سبق والتقى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي والعاهلة الأردني الملك عبد الله هذا وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعى المجتمع الدولي إلى العمل على حماية الشعب الفلسطيني مما أسماه الإبادة الجماعية التي يتعرض لها على يد جيش الاحتلال أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في بياننا الخميس أن الأولوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية هي وقف العدوان على قطاع غزة مضيفا بحسب ما جاء في البيان أن العمل جار مع المجتمع الدولي لوضع حد فوري للجرائم التي يرتكبها الجيش والمستوطنون في غزة والقدس وبقية الأراض الفلسطينية كما أكد أن العمل جار مع مصر لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة مطالبا الأمم المتحدة بالعمل الفوري على وقف العدوان الإسرائيلي في أول تصريح له منذ بدء عملية طفن الأقصى أبد الرئيس المصري عبد الفتح السيسي رفض بلاده توطين الفلسطينيين في سيناء حيث أكد أمس أن الوضع في غزة مختلف تماما عن تلك الدول التي استقبلت مصر بعض سكانها لأسباب أمنية مطالبا بضرورة التنبه لأهمية هذه القضية وأضاف السيسي أن ما يجري في قطاع غزة يمثل خطرا كبيرا لأنه يستهدف تصفية هذه القضية مشيرا إلى أن هذه القضية هي قضية العرب جميعا وأن على هؤلاء الناس أن يبقوا صامدين على أرضهم أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال كلمته أمام قمة رابطة الدول المستقلة في العاصمة بيتشكيك أن موسكو مستعدة لإجراء محادثات مع أطراف الصراع الفلسطيني والإحتلال الإسرائيلي هذا وحذر الرئيس الروسي من أن العملية البرية التي سيقوم بها الكيان في غزة ستؤدي إلى خسائر غير مقبولة على الإطلاق في صفوف المدنيين حيث أن ما يقرب من مليوني شخص يعيشون هناك مشددا على ضرورة وقف إراقة الدماء أو بذل جهود جماعية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار وتحقيق الاستقرار على الأرض ختام والموجز تبقى روابطنا الظاهر أسفل الشاشة في خدمتكم في أمان الله اشتركوا في القناة